موسيقى مساء الخير ومشاهدي التغيير ملف جديد وبرنامج من بغداد اختيار الشركة الفاحصة أو الشركة التي وقع عليها الاختيار من قبل مفوضية الانتخابات بمشورة من الأمم المتحدة رفقها الكثير من اللبس واللغط والكلام والاستفهامات خصوصا أنه الذين قبلوا لدعوهم شركتين وقيل أنهم شركات عالمية واتضح فيما بعد أن الشركة التي رسى أو رسى عليها العقل وهي الشركة البريطانية لم تكن شركة عالمية هذا الذي يجعلنا نتساءل وحتى نشك والشك في هذا الموضوع لا يشكل ضغينة ضد أحد بقدر ما أنه نفهم أنه أحيانا الشك يؤدي بك إلى معرفة الحقائق أو قد تتفتح أمامك الكثير من الحقائق المغيبة أو التي غيبت أو التي لا نعرفها إذا كانت الأمم المتحدة بثقلها الدولي ومكاتبها المنتشر حول العالم وإمكانياتها التي يجب أن نثق بها لا تعرف الشركات العالمية وبالتالي قدمت شركة إلى المفوضية الانتخابات ونحن ما زلنا في بداية الماراثون ويتضح أن هذه الشركة ليست عالمية بشهادة وزارة التخطيط وشهادة سفارتنا وقلصليتنا في لندن وبشهادة الشركات مسجل الشركات في بغداد إذن كيف سنثق بالأمم المتحدة بمراقبة والإشراف على الانتخابات هل الأمر فيه مصادفة وبالتالي نقول وما أكثر المصادفات التي نراها في هذا البلد وفي هذا المشهد أم أن لهذه الشركة متنفذون أرادوا لها أن تمر لو لا رحمة الله أم أن هناك فعلا يقضى ومتابعة من المفوضية ومؤسسات الدولة لما يجري وبالتالي قد كشف الأمر ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا